ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين ودر وقت هنتكلم عن لغة الجسد ازاي افهم الشخص اللي قدامي اللي بيتعامل معي بيتحك علي ولا بيكذب علي ولا ايه اصدق وفيه ناس بقى من اول واهلة كده بتبقى عايزة تعرف يعني لسه اول معابلة وعايزة تعرف الشخص اللي قدامها ده ايه بيتعامل ازاي طيب انا عايزة اقول لكم حاجة ان احنا في الاول في لغة الجسد احنا 55% بنتعامل من نظر من العين تمام فالعين هي اللي بتفضح الشخص اللي قدامنا يعني عايزة تعرفي شخص اعرفيه من عينيه هاي بوابة الجسم بس مش معنا كده ان هي دي الحاجة الوحيدة لأ انا عندي حاجات تانية جدا في جسمي توضح ملامح الوش نفسها الوش ده لو مرفوع تحس ان انت فرحانة كده وقاعدة كده ومبتسمة يبقى انت ايه اللي قدامك ده ايه فرحان يعني لو انت شخص كده وقاعد مبتسم قدامك ده عن مبسول طيب انا قلت 55% هو من النظر 38% من تون الصوت في اول مقابلة هي 38% من تون الصوت 7% بس هو الكلام اللي انا بقوله تخيلوا بايه يعني 55% نظر الشخص اللي قدامه 38% صوت 7% كلام كده 97% يبقى انا اهم حاجة في الانجوش بادي بتاعي او الشكل بتاعي في جسمي ان انا بتعامل ازاي هعرفكم ازاي دلوقتي تعرفوا طبعا كل ستة عايزة تعرف الشخص الكداب صح؟ لو متأكدها من كده استعرفي بقى ايه جوزك بيجدب عليكي ولا لأ وانتي كابانوتة عايزة تعرفي خطيبك ده بيتحك عليكي ولا بيتكلم بكت طيب من اول الحاجات اللي عندي ان انا عندي مرسل ورسل احنا كاشخاص بنرسل وبنستقبل مخينا حتى بطبعوا بيرسل وبيستقبل تمام؟ طيب انا لو قديني شخص وبيجدب ايه اللي بيحصله؟ بيحصله توطر خفيف يعني لهو كمان لسه اتفاجئ بالكتبة هتلاقيه ايه وشهبت هذا يحمر حمرار خفيف وتلاقيه بان لما بتسأليه كده انا كلمتك امبرح الساعة عشرة وما ردتش علي مع اني شفتك ان انت كنت اونلاين ما ردتش ليه؟ ممكن يسكت ويتوهي الكلام ويقولك على فكرة ده انا امبرح وانا سايل عربية حصل مش عارف ايه وواحد خبط علي بس يعني الحمد لله عدت الموضوع بسلام والعربية اخدت شد حاجة بسيطة هيحاول ايه؟ يخرجك بره السؤال ان انت سألتيه اساسا هو دخل في حوار تاني ده اولا ده انتوا لو بتكلموا تليفون وليسا ما قدمناش لانجوش بادي احنا بنتكلم تليفونيا طيب عيدي السؤال تاني ساعتها اخدتش بالك ان انا بسألك ان انت كنت اونلاين وما ردتش علي الساعة اه ما هنشت ده تلاقيه بس الموبايل هنج هتلاقيه بيقول كده مدام ما ردش على السؤال من اول مرة في اول اجابة يبقى كان بيحاول يتهرب يبقى في اللحظة دي هو بيجد طيب انا بقى الشخص قدامي وعايز اعرف هو بيجدب ولا ما بيجدبش علي ولا ايه؟ اول حاجة بتحصل انه هو قلت ملامح وشه هتبتدي تتغير هيبتدي النفس بتاعه ايه؟ بصي يعني ايه مثلا ايه جاي تقوله هو انت اتأخرت ليه؟ مثلا هيروحوا لها اصلا انا يعني عارفة وانا ماشي كده يبتدي ايه الكلام؟ بيحاول يفكر هيقول ايه؟ نظرت عينيه مش قدامها مش بصص لها ما ينفعش الكدام ما قدرش يبص للعين اساسا لانه هيحاول يستخبق فهتلاقيه بيبص كده او بيبص في ايه حتة تادي بس مش هيقدر يبص لعينيها اللي بيبص في العين وبيتكلم ده تصدقيه جدا مية في المية بير كده هتلاقيه بيبص كده بيبص كده بيحاول يفكر هيقول ايه؟ كمان شوية طب اقول لها ايه دي طب بصي سأنا وانا مشي حصل واحد اتخبط بعربية فقلت اه فاستنى شوية هتلاقيه ايه؟ مش هو انا مشي واحد اتخبط هتلاقيه فيه نوع من انواع المسافة بين الكلمة والكلمة دي اولا وحركة الايدين هتلاقيه بقى مستخبية شايفين ايه دا يا؟ حركة الايدين مستخبية اللي بيكلم بصد جدا هتلاقيه دايما بيكلم هو عامل كده ده صادق جدا في كلامه وصريح جدا اللي بيقى ينكفي ايده فلو لقيت يحد بيتحور معيك في اي حور مثلا انت قلتيره انت اتأخرت ليه؟ قالك لا دا صادقيني وانا ماشي حصل واحد اتخبط فاشوفه عامل ايه فغصب عني صادقيني دا اللي اخرني بس الحمد لله الرجل تطلق بقى كواس شايفين حركة الايد عملت ازاي؟ عادي التاني جي عمل ازاي؟ بصي صادقيني يعني هو الموضوع يعني هو بصي كان ماشي كده واحد اتخبط فقلت ايه يعني اشوفه يعني هو دا اللي اخرني فتبتدي الايد تختفي يا اما كده يا اما كده تبتدي تحصل زعيق او نرفزة طب وإيه اللي خليك تغف وتستنى ومش عارفة الله بقى انتهت نرفزيني فيبتدي يعمل خط دفاع لنفسه ويقف بالمنظر دا ان هو الحركة دي انا كده بدافع عن نفسي وان انا في نفس الوقت عايز اوقف الحوار اللي هو انا بتقفش فيه يعني دي حاجة بتوضح جدا ان الشخص اللي قدامي اذا كان كداب هيخفي ايدي مش هيقدر يبص في عناية هتلاقي بيبص في التجاهات مختلفة غير العين تمام نفسه ابتدى يعني كده يتكرش يعني بيبعز يشرب له شوية مية تمام ووشه ابتدى يحمر وبالذات بقى الناس اللي بتبقى ايه اول مرة تكذب في حياتها دي برضو بيبانى عليهم قوي قوي يعني ما بيبعز عارفيني زي الاطفال فيه الطفل بقى يعني الاطفال مختلفة في الموضوع دا الطفل لما ييجي اعمل مصيبة صودة ولو طفل صغير تقول ايه عمل ازاي واقف وتنح عملك كده وبصصلك ده هو مش بيجدب هو الطفل على فكرة ما يعرفش يجدب الاطفال الصغيرة تنح لك واملك كده فتح بقى ايه تقولي له انت عملت ايه انا انا ما عملتش حاجة تده ايه النفذ ايه يعمل معايا هو مش عارف يقولك ايه هو مش عايز يجدب بس هو خايف هو هنا خوف مرحلة خوف بس هو بصصلك اوه هنا بصصلك لانه ما بيجدبش الطفل الطبعه ما يعرفش الكذب لانه صغير تمام تقولي له ايه اما امتها نحلك وقعد لك كده وعمل لك كده وقال لك انا ما عملتش حاجة هي اللي وقيت لوحدها هي ايه حبيبي اللي وقيت لوحدها الفوضي الممس الديني هي اللي نطط انا ما عملتش انا ما عملتش وبصصلك وخايف بس منك احسن تدربه لكن زي ما قلت الكبار لا هو ما بيخافش يعني لو خاف هيبقى النفس بس رايح جاي بعيد عنك يعني بيبقى نفسه يجري طيب انا لو في مقابلة مع شخص واعدين تمام وعايز عرف الشخص اللي قدامي ده حابب يكمل معي الحوار ولا بيضحك علي ولا ما بيضحكش علي ولا ايه تمام انا بشوف فيه ناس في اول مقابلة يا جماعة بيعملوا زي تريهم عادي يعملوا كده ما تفهمش يعني لو بعد الشر معندوش لنباجو ومعندوش حاجة في الظهر يبقى احنا نقول الراجل يعني في حاجة لو هم مش تعبين نبتدي نقول ايه ده ليه بيعمل كده قاعد بقى كده في اول مقابلة وعمل ليه كده ها قولي انا معيك يسامك طبعا انا هشوف المنظر ده انه ده شخص متكبر هو نوع من انواق التكبر والثقة بالنفس ماشي يعني هو كده شخص متكبر جدا فبيعلي من شأنه وبيعامل كده فيعني بما ان انت حضرتك معندكش اللنباجو ومش في اي فقرات في الظهر والقولة والتانية والقطنية طعبينك فقاعد عادي خليك طبيعي قاعد كده تمام دي بتدل برضو الحاجة تانية لو الشخص اللي قدامك قاعد عامل كده يبقى هو مش مقتنع بالكلام اللي انتي بتقوليه كملي يبتدي عاملك كده هو مش مقتنع اساسا من اللي انتي بتقولي لو الشخص اللي قدامي مقتنع بالكلام اللي انا بقوله هيبتدي عامل ازاي يبتدي عامل كده اتجاه جسمه نفسه ابتدى يتجه لي تمام يعني انا لو قدامه هيبتدي عامل كده تمام انا معايك صح وانتي كمان لما بتسمعي شخص او بتبقى مركزة مع شخص بتانيه في الراس لينا كده بنعمل ازاي صح تمام نظبوط كله صح فدي بتخليني برضو اعرف الشخص اللي قدامي قابل انه يتكلم معايا ولا لا يعني انا بشوف مثلا في ناس كده في اول اول ما بيتعرفوا على بعض في الخطوبة مثلا عريز جاي العروسة ولسه ما يعرفوش بعض وتلاقي ده عامل كده عامل كده ايه مش عاجبه اول ما يقعد عامل كده عرف ان لا القادة مش عاجبه وعايز يمشي اعرف ازاي ان الشخص ده برضو عايز يمشي ومش عاجبه القادة دي يعمل ايه حركة الرجل شايفين انا مش عارفة ودهلكوا زي بس حركة انا رجله قدامي تمام لو ابتدت تاخد الاتجاه ده اتجاه الباب والشخص اللي قدامي يعت بيتكلم ورجله متاجه للباب اهو كده بتلاقي عامل كده وهو اهو جسمه هنا معايا بس رجله متاجه الناحية اللي هناك ماشي ويعاد بيعمل لي ويبص على الباب ويبص في الساعة يعني ايه خلصي انا مش فاضي للكلام ده انا عايز اقوم امشي فدي كده لغة الجسد عندي انه اتجاه رجله بتدت تتجاه للباب يعرفين الشخص ده مش حابب يكمل الكلام ولا الحوار وعايز ينهي الكلام ففي اللحظة دي ابتدي انت كشخص او الشخص اللي قدامه ينهي الحوار قبل ما هو يقوله معلش ما استازم بقى معلش انا مش فاضي تمام حاجة تاني لغة الجسد برضو دي طبعا هتعجب السرطات جدا لو جوزك قاعد معيكي في مكان او خطيبك قاعد معيكي في مكان تمام وراح قاعدين في رستران او في مطعم ونسي الموبايل ورجع ياخده تمام نسي الموبايل وايه ورجع ياخده قبل ما يروح بسرعة الوحط دي هتقولي ايه اه يعني اكيد في حاجة مش عايزني اشوفها اكيد في مش عارف ايه مش عايزني اعرفه تمام بس انا عايز اقولكو حاجة دلوقتي بقت فيه بصمة ايد وبصمة مش عارفة وش وبصمة حاجات غريبة كده تمام يعني نحاول نعديها يعني بس هو لو جيه خدر موبايل يبقى هو فعلا عايزك ما تشوفيش الحاجة دي لو رجع نسي الحاجة دي ورجع ياخده هو فعلا في اللحظة دي هو مش عايزك يكون معاك الموبايل ده في الوقت ده تمام لو لو ايه تاني انا دلوقتي كشخصية مثلا اه 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 وبتكلم في مكان او في اجتماع او في حاجة من لغة الايد هابدى اعرف الناس اللي حوالي طيب انا لما بعمل كده الحركة دي بتعم موظم رؤساء العالم بيعملوها وهم قاعدين كمان اه ان هو مسيطر او مهيمن على الامر او فيه زمام الامور حركة دي انا مهيمن دلوقتي على الامر ده او انا اه ماسك الامر دلوقتي بيدي طيب لو جيه حد وهو بيسلم على ايدك انا لازم وانا بسلم على الشخص اللي قدامي عادي تمام اسلم كفيف كفيف كده ويعني شايفين دي تبقى بسلم عادي بلاش ازايك عامل ايه اغب لا على فكرة دي ما بيحبوش خالص زي ما ده لا لما بتك قوي كده واغبارك ويه ويه لا هو على فكرة مش بيحب ولا حاجة ودي مش من من الاتيكايت اساسا انا انا امسك ايد حد واضغط عليها لانه ممكن يكون هي مثلا لابسها كمية خويتم او حاجة فلما بتضغط كده بتبقى عايزة تلتشك بالانا من ناحية التانية لان الخاتم غرس في ايديها فبلاش نعمل الحركات دي مع الستات تحديدا يا جماعة ولما نسلم نسلم عادي بص واحد اتنين وخلاص وخلصت على كده بلاش خمسمائة مرة تمام دي مش حلوة ومش بتبين محبة بزيادة انا كشخص محترم عادي بسلم اهلا ازايا تعمل ايه تمام انا كده سلمت عايزي والدانية تمام ما فيش مشكلة طيب حاجة تاني برضو في لغة الادين ازاي اعرف اللي قدامي من حركة مثلا من حركات طيب انا لو فيه حد بيعمل كده وهو قاعد هو اكيد يعني مش عنده قرب تمام هو بيعمل كده الحركة دي في حد ذاتها علشان ان هو عايز يقول حجة ومش عارف يقولها عارفين حركة دي طب اقولها لها ازاي يعني عارف عين بلا ما يكون فيه طالب كده جاي بجاي بدرجة مش كويسة في السنوية العامة مثلا وجاي بقى من ممط جاي بحجة بخمسين ايه عملت يا حبيبي الحمد لله يا مام الحمد لله الحمد لله نشكر ربانه حمد لله هدخل كلها ما تليش يعني ايه الله واعلم ادعي يا ماما ادعي يفضل عامل كده وعامل كده ليه حركة الايد جات على البق لان هو عايز يخبي حجة او مش قادر يقولها او مش قادر يقولها فبيخبي ويبتدي يعمل حركة هنا تمام ففي الهينا برضو لايه اعرفها من الشخص اللي قدامي ده مش عارف يقول الموضوع مش عارف يجيبه ازاي اقولها لها ازاي تمام فحركة الايدين والصوابة بتعرفني الشخص القدامي ده بتعمل معي زي في حاجة تانية في ناس ما بتتعامل مع بعض يعودوا كده اسمع الكلام اللي بقولهوه لك علشان انت لو ما سمعتش الكلام انا هوريك طبعا المعاملة دي احنا بنعملها للاطفال انت يا بنت ايه اللي انت عملتيه ده وانت مش عارفة ايه اللي انت ايه ده وقعت دي كده ليه وقصرتي دي ليه وبهدلتي دي ليه ده هنا باسلوب ايه امر او زعيق ده لو جيت عملته مع حد كبير تمام وانت بتعمله ده هتتقلب خناقة لان هي تحولت منها يعني انا لو ادي عملت ايه اللي انت بتعمله ده بالطريقة دي ايه اللي انت بتعمله ده هتعدي الموضوع عادي النكاف في ايه دي هو بيعبر عن السلام انا مش قضي فيها لا امر ولا بنهي ولا اي حاجة لكن يوم اقول لشخص ايه اللي انت بتعمله ده يبقى انا كده بقى اقول له ايه بديله امر فممكن الشخص القدامي ما يقدرش ان يستحمل الامر انا ممكن اعمل حاجات دي مع الاطفال الصغيرة يعني كل الامهات واحنا تربينا وكله تربي ايه ده يا بانت ايه اللي بتعمله ده وانت ايه اللي انت بتعمله ده وانت دايما الصبع ده الصبع ده صبع على الامر اللي هو ايه ينهي ويأمر ده بيبقى الصبع المعروف دايما بتاعنا تمام لكن زي ما قلتلكو انا لما بتكلم واكلم واللودامي ده بيكلم ايده دايما مفتوحة اعرفوا ان الشخص ده صادق جدا في كلامه ما بيجدبش اللي بيجدب بيخب ايده او يحطه في البنطلون حاجة تاني صحيح من ضمن الحاجة اللي بيجدب عشان الستات دلوقتي كلها هتركز سمعايا هتلاقي حطت ايده في البنطلون ماشي وممكن تبقى متلازمة عشان ما نضيقش الرجالة برضه ممكن تكون هي متلازمة عنده لان في رجالة طبقهم كده بس لو هو مش طابعه مش طابعه ان هو في العادي بيحط ايده في البنطلون وفاجئة انحط ايده او بيبتدي يخفي ايده او معالم ايده يبقى الشخص اللي قدامك ده بيتحك عليك او ما بيقولش الحقيقة طمام طيب حاجة تاني من اللي بنلاحظها في لغة الجسد من الاشخاص لما بنكون في ميتنج للشغل او رايحين نعمل انترفيو مثلا سيبكم الميتين انترفيو للشغل تمام اول حاجة بياخدوا بالهم منه بيعملك الانترفيو تمام او الهر او اي ان كان بيبص على ملم حك على وشك انت بقى تبقى ايه يا متوتر يا خايف يا قلبك بيدق يا عايزاكو يا جماعة لما تعودوا عادي لما اتكلم مع حد اتكلموا انتوا عاديين عادي خليكم بطبعتكو جدا وما تبقوش متوتر اي حاجة من الحاجة لان هو بياخد انطباع عنك ممكن يبقى غلط حركة الايد اللي طلعه ونزله طول الوقت طول الوقت دي بتعبر انه ايه خد بالك مني انا هنا تمام انا معاك تمام فما عودش بقى في ميتنج في انترفيو اقول له بص بقى انا بعمل ايه وبوادي فين ولا يا دي مش حلوة خالص ان انا طول الوقت اكون ماسك الحركة دي على طول تمام طيب انا هنا بقى هكلم عن ازاي ان انا وانا بتعامل مع الناس ازاي افهم الشخص اللي قدامي برضو من اداة الجسم مثلا واحدة واحد راح يتقدم لوحدة زمان كانوا بيعملوا ايه تلاقوا البنت وشها متجه الجانب ده تمام مكسوفة والجسم متجه للناحية دي لو الجسم متجه لناحية العريس اللي هي مثلا هتاخده والوش متجه للناحية التانية ويقول لها ايه رأيك يا حبيبتي اللي تشوفي يا ماما وهي عاملة دي موافقة هي موافقة لان جسمها كله رايح لاتجاه الشخص فتليهم عاملين كده انا مش عارفة اجيبها لكم ازاي انا عملا اتحرك تليهم عادين كده وعملين كده ايه ماما اللي انتي شايفي يا حبيبتي ايه بابا اللي انت تشوفه دي كده الموافقة تمام انا وفقت بديت اتجاهي للشخص وبتديت ان انا موافقة لكن لو انا معطرد بدي اتجاه جسمي كله اعتراض عن الشخص ده طب اللي تشوفوه يعني طب اللي تشوفوه اوكي جسمي ووشي في اتجاه العكسي للبني ادم نفسه تمام ناخد التليفون والألو ألو بادر اه بادر مستوى اه تفضل يا استاذ بادر تفضل انا حضرت انت مركزة عن الراجل ازاي عارفة ان الستة بتجذب جدام ما عارفة ستات برضو خلي باني بزرزين مركزة عن الراجل 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 طيب هقولك ازاي ستات برضو بتجذب من عنا يا الاتنين حاضر ما هي نفس الشخص نفس اللي انا بقوله للرجالة بقوله للستة ايه هي بس انا هقولك حاجة برضو ليك للستة عشان تعرف ان هي بتجذب بس الستة لما تكون بتجذب هي مش هتقدر تبص في عينك وانت بتكتلم خالص هتلاقي بتبربش البربشة دي تمام ومش قادرة تبصلك اه انا صدقني يعني انت مثلا قلت لها انت روحتي السوق وجبتي مش عارف ايه وما جبتيش الطماطم ليه مثلا هي شافت الطماطم بس ما جابتهاش بس مش عارفة تقولك يعني او نسيتها مثلا ومش قادرة تقولك انها نسيت الطماطم عارفة لو انت تقل لك نسيتها دي ممكن تحصل مشكلة اصلا الصراحة ما لقيتش طماطم فتبتدي تبص لتحت تمام والعين تبتدي تبربش هي مش هتقدر تبص في العين الصادق ما يقدرش يبص في عين اللي قدامه ابدا ابدا يعني لو انسان صادق هيبص لو مش صادق استحالها يبص في عين اللي قدامه هتلاقيه بيبربش وبصص في العرض تمام انا صداني وانا رايحة لما لقيتش بتاع الطماطم فعمل ايه يعني غصبة عني مش مؤمن اضيها صلصة النهاردة انا اضيها صلصة هتلاقيه بتقولك كده ببساطة جديدة لكن لو شخص صادق هتلاقيه بتقولك انا صداني وانا رحت عشان اشوف الطماطم ما لقيتها مش حلوة ما فعاصة ما عجبتنيش فما جبتش غصبة عني قلت ان اضيها صلصة النهاردة ابتدت ان هي بصالك ويديها مفتوحها قدامك ده كده تصدقها بسهولة لكن خفت ايديها وبعد تبص في الارض وتبربش كده ومش قادرة تبص في هناك الشخص ده كداب انا ببصطها لك ببصط شيء للستة هو والراجل ايا كان احنا كستات ورجالة بيبين اذا كان الشخص ده كداب او مش كداب انا مش بكلم على الراجل بس انا بكلم برضو على الستة كده تيفون راح عرفت اه ايه الو شكرا طب تمام شكرا لبعد شكرا لك طيب كده انا عرفت ازاي اعرف انه لو دايمي ده بيكدب او ما بيكدبش بيقول الحقيقة وما بيقولش طيب انا دلوقتي هطلع لفصل صغير جدا 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 واستنوني هنرجع ونكمل ازاي اعرف الشخص لو دايمي جميعكم تاني ولسه مكملين في لغة الجسد ازاي اقدر اعرف الشخص اللي قدامي طيب ازاي دلوقتي اقدر اعرف ان الشخص اللي قدامي دا بيحبني او لا او الانسانة دي بتحبني او الراجل او الستة ايا ان كان الشخصين دا بيحبني او دي بتحبني ولا لا طيب اول حاجة قلنا العين هي اكتر حاجة بتبين الشخص اللي قدامي بيحبني ولا لا طيب اقول لكم ازاي انتي قاعدة مع شخص وعايزة تعرف ايو بيحبك ولا لأ او انت قاعد مع شخصية عايزة تعرف بتحبك ولا لأ بص الله كويس جدا جدا فعنيها لمدة يعني مش كتيرة يعني ما نعودش نبال حلق في بعض عشان ممكن نرعب بعض بلاش البحلقة حسان ممكن تقلب لرعب بلاش نظام الرعب ده تمام احنا هنبص عيدي وقامل راسك كده كأنك بتبص في اي حتة بتبص في اي حتة وارجع بص بسرعة ارجع تاني يبص بسرعة لو لقيت الشخص لسه بيبصلك بنفس النظرة اللي كان بيبصلك عليها وانت بتبصله الشخص ده بيحبك جدا لكن لو لقيته ابتدى يضيع عينه كده الشخص ده ما بيحبكش تديئة العين تمام بتبين ان الشخص اللي قدامك ينوي لك الغدر الى حد ما او مش بيحبك اوي او ما تصدقهوش لكن انت لما بتحب شخص او انت بتحب شخصية حضقة العين عندك بتوسع فانت بتبع عينك واسعة امت عايز تبصله اكتر وقت ممكن يعني بتبع عايز تبصله هو بيبص كده وهو بيبص كده وهو بيبص كده وهو بيبص كده عايز تبصله خلاص تاهميني فالشخص اللي بيحب حد هو بيباعز يشوفه لكن مجرد ان انا اعمل كده وارجع لقيه بيبص كده ولا بيبص مش عارفة فين ولا عينه ديقت كده لا اعرف ان الشخص ده مش بيحبه كبه ده سر من الاصرار تاني حاجة التسبيل ده بقى اللي احنا بنشوفه بين الشباب اللي قعد بقى طول الوقت بيهم له كده ويبربش بقى لا على فكرة دي ممكن توجع العين دي هتوجع عينيك بطل بربش ممكن تجيب لي ممكن تبين ان الشخص اللي ده مجدع عصبي مش بيبربش ده يعني بيسبل حضرتك لا ممكن يكون الشخص بالفعل عصبي او متوتر يعني البربشة دي بتدل اما عصبية او توطر او مش عارف يقول حاجة عايز يقولها برضو اللي هي طول ما عادة عمي كده اما نعيني هتوجعني يعني انت هتفضل كده يا بابا كتير لا اما نعيني هتوجعني مش هقدر استحملك كده تمام يبقى انا كده عرفت ان الشخص اللي قديني هيبان من نظر تعينه بس اللي بيحبك هيبضل بصصلك وبصصلك بجد مش بصصلك بقى اللي هو انت مبرق لك وانت مبرقه له لا حالات الرعب دي بقى لاش مش هي التبريقة بتبقى نظرة نابع منها الحب وحدة تلعين ساعتها بتوسع بتبين الوسع حتى جوا تمام ومش هتلاقي بقى بصص هنا ولا بصص كده ولا عايز يقوم ما هو ممكن الشخص اللي قدامك ده بقى ايه اه زهقن او مش عايز يكمل معاك او زهق منك تمام هتلاقي عمل ازاي طيب ام اوكي اه حتى هتلاقي الناس اللي دايما مستعجلين او متأخرين هتلاقيهم بكل شي بصص في الساعة بصص في الساعة اه طيب احنا كده تمام احنا ممكن نتقابل بقى ايه ان شاء الله يعني هبقى كلمك هبقى كلمك ونتقابل بعدين وتلاقي قام ماشي ده مش معناه ده كده مش بيحبك ويموت فيك ده ورا معد حد تاني واحدة تانية او هي مستعجلة يعني عشان برضو ما نجيش بس لا وستان لو هي مستعجلة تلا طب خلاص ان شاء الله ان شاء الله بقى نشوف بعضة تاني وان شاء الله لو انت مش عارف ان هي وراها مشوار فعلا تمام اه يبقى هي بتنتقي لكن لو انت عارف ان هي وراها مشوار او وراها معد ساعتها بنعظر الناس دي او بنقول لا ده هي وراها شغل او مراها مشوار في حاجة تانية عايز اقول عليها الشيء الجميل ده جميل يعني لطيف كلنا مسكينه صح كلنا مسكينه الموبايل الجميل ده ومحدش بيسيبه تقريبا طيب ينفع وانا بتكلم مع ناس طول ما نقعدة عمال اعمل كده يعني فيه شخصيات بقى حواليا وانا اعمل بقى فعاش في حياة تانية طب ما انا لو قدامي شخص او شخصيات ومش مهتم بيهم ده يشمع عدم اهتمام بالناس اللي حواليا لو هي كمان شخصية قدامي وبتتكلم معي وانا فجأة كده روح تفتح الموبايل وعد اتكلم وعد اعمل ده ايه عدم اهتمام واضح ما تقوليش يا سباق بيحبني بس بيكلم ناس صحابه بيكلم ناس صحابه ايه هو ممكن يستنى على صحابه شوية بس لو عنده شغل لو عنده شغل تمام لو عنده شغل انا باضطر اقول انه اوكي لا ده عنده شغل لو هي قعدة مش مهتمية تمام وعدة سايبك مملة عن موبايل مع صحابها والشات والبتاع ما ينفعش احنا يا جماعة لازم هذا الكائن الجميل ده لما نقض مع بعض نقفله او مش نقفله بلاش احسن تكون فيه تليفون مهم نعمله سايلنت على جنب ونخلص الحوار ونرجع له لاني انا لما باهتم بشخص انا باهتم بيه بقى جسمي كله ليه يعني انتي لما تعرفين الشخص ده بيعزك جدا او بيحبك جدا هتلاقي اتجاه جسمه ليكي كده انتي قدامه وبسسلك واعمل كده ده انسان بيعزك جدا انسان ما بيعزكيش وبينهي ومش عايز طب بصي احنا ممكن بنتقابل بعدين ان شاء الله ربنا يساحل يعني الوقت الجاي يعني ان شاء الله بصي حتسر حتسر وهقولك امتا عارفي ده انسان بيخلع بيخلع بزوق تمام نفس الكلام مع الست انتي كست لما تكوني بتتعاملي مع شخص لما تكوني بتتعاملي مع شخص تتعاملي باسلوب ان انتي اللي قدامك ده بتحترمي احترموا يا جماعة بعض اداد جسمنا دي بتزهرنا جدا بتزهرنا جدا وبتبيننا اذا كنا بنحب بعض او ما بنحبش بعض احنا كده كشفنا تقريبا بعض الاسرار على الموضوع ده طبعا ده هيحتاج حلقات مانية لان لغة الجسد هي ما بتنتهيش لان في حرقات كتيرة في ادينا وفي وشنا وفي شعرنا اه حركة زي كده في ندى تمام يقعد يعمل لك كده يعمل لك كده ده ايه ده حد وثق في نفسه بزيادة بزيادة تون ما قعد بقى عمال يعمل لنا تون ما قعد شعره ده كده شعره ده كده ده حد وثق في نفسه مغرور اوكي الحركة دي يعني لو هو ما ما شعره مش نعمه نازل على على وعنيه ويعني مش عارف يعمل لي وتل وقت يعمل لي كده ده شخص مغرور وشخص اه وثق في نفسه بزيادة طيب للأسف هي كده حلقتنا خلصت هقولكوا استنوني ان شاء الله في حلقة جديدة ورايب جدا من كل الكلام سلام شكرا